اشتركوا في القناة حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة واخلص تمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والازدهار كما نقل شكر فخامته لجلالة الملك المعظم على دعوته الكريمة لروسيا لحضور القمة العربية ودور جلالته الفاعل في تقوية العلاقات البحرينية الروسية وتطورها ورحب صاحب الجلالة خلال الاستقبال بالممثل الخاص للرئيس الروسي وأبلغه بنقل تحياته وأطيب تمنياته لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين ولشعب روسيا الصديقة بالمزيد من الرقي والتطور وأشاد جلالته بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية في ظل الحرص المشترك والسعي الدائم لتطويرها وتنميتها على الصعود كافة معربا جلالته عن تطلع المملكة الدائم لفتح مجالات أرحب من التعاون المثمر مع روسيا الاتحادية في مختلف المجالات الحيوية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين وشكر جلالته فخامة رئيس جمهورية روسيا الاتحادية على رسالته للقمة وحرصه على تعزيز علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين الصديقين والدول العربية ونوها حفظه الله بدور روسيا المهم والمحور بقيادة الرئيس الروسي على الساحة الدولية وحرصها على تعزيز الأمن والاستقرار ودعم جهود السلام في المنطقة والعالم كما تطرق اللقاءه إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك ومن جانبه أعرب الممثل الخاص للرئيس الروسي عن الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة على ما لقيه من ترحيب وحسن ضيافة واستقبال مشيدا بما يليه جلالته من اهتمام وحرص على تعزيز الشراكة التاريخية الوطيدة وتطوير أوجه التعاون الثنائي مع بلاده متنيا على دور البحرين المهم وإسهاماتها الطيبة على المستوى الإقليمي معربا عن تمنيات روسيا بنجاح القمة العربية التي تستضيفها المملكة لكل ما فيه خير وصالح الدول العربية وشعوبها